بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير أيها الأحبة أشياء تحجبك عن الله عز وجل حقيقة ينبغي على كل واحد من أحبتي في الله أن يتقرب من خالقه أنت لو كنت موظف في شركة أول شيء تسعى إليه أن تتعرف على مدير الشركة وتتقرب إليه لتحظى بميزات لا يحظى بها غيرك عندما تتعرف إلى امرأة لتتزوجها أيضا تتقرب منها ومن أهلها إلى آخره عندما تتعرف على الصديق لك مصلحة معه مثلا فتتقرب إليه وتحاول أن تفعل أشياء يعني ترضيه لا تغضبه لكي تحقق بعض المكاسب أو المصالح أو بعض الغايات طيب أنت الآن كلك بيد الله مصيرك بيد الله حياتك بيد الله طعامك وشرابك ورزقك بيد الله مرضك وشفاءك بيد الله حياتك وموتك بيد الله لا يصرف عنك الأذى إلا الله لا يستطيع أحد أن يحفظك إلا الله يعني أنا أذكر الرسام الذي أساءل النبي عليه الصلاة والسلام مات محترقا وطبعا نحن لا نشمت بأحد الموت هو حق وكل الناس سيموت كل نفس ذائقة الموت ونحن كمسلمين نحب الخير لكل الناس على فكرها ليس لدينا مشكلة مع أحد حتى مع الملحدين ولكن نحن نشفق عليهم نريد لهم الخير نريد أن ننقذهم من النار ولكن هم يصرون أو معظمهم يصرون على ذلك هذا الرسام أيها الأحبة بعدما أساءل للنبي عليه الصلاة والسلام تلقى تهديدات بالقتل وأنا ضد هذا الموضوع أنا بعدما قرأت القرآن قراءة دقيقة تبين لي أن المسلم هو أكثر الناس يعني مسالما هو أكثر إنسان مسالم على وجه الأرض المسلم لذلك اسمه مسلم من السلام ومن الاستسلام لله عز وجل الخضوع لله والسلام مع الناس هذا هو المسلم ولكن الملمح الذي أحب أن نتأمله لأن كل حدث لابد أن أخذ منه عبرة طيب هذا الرسام كان محاطا بحراسة قوية ولتمنع عنه الشر طيب هل منعت عنه الموت سؤال يعني هذه الحراسة التي أحيط بها هل استطاعت أن تنقذه من هذا الحادث لا إذن أيها الأحبة والله ليس لكم إلا الله ليس لنا جميعا إلا الله عز وجل هو الذي يستطيع أن يحميك في أصعب المواقف سيدنا ذنون وهو في بطن الحوت في ظلمات البحر والله لو أرسلت غواصة نووية لا تستطيع أن تخرجه من بطن الحوت ولكن الله ماذا قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فلذلك يعني هذا الرسام مسكين أنا والله أشفق على هؤلاء أنا أشفق عليهم لأن يعني أسأت للنبي وعشت حياة عيسى حراسة لم تستمتع بهذه الحياة وأنت أصلا لا تقتنع بوجود الله ولا تقتنع بوجود اليوم الآخر أصلا طيب الآن ما هو مصيرك أمام الله سبحانه وتعالى وقد يعني ذهبت وأصبحت بين يدي الله ما هو مصيرك نار جهنم طبعا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا نحن لا نستطيع أن نحدد مصير الآخرين الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولكن نحن لنا العبرة الإسلام أيها الأحبة ميزة الإسلام أنه يعطيك طمأنينة وسلام الذين آمنوا لهم الأمن ما هو الأمن؟ تشعر بالأمن خارج الإسلام لا تشعر هذا الشعور ولو امتلكت مليارات الدنيا لا تشعر هذا الشعور لأنك تبقى قلقا من الموت تبقى خائفا ماذا سيحدث بعد الموت ولكن عندما تسلم وجهك لله عز وجل فقد استمسكت بالعروة الوثقة استمسكت بحبل الله المتين سوف تجد الراحة النفسية وبالتالي أحبتي في الله الذي يحجبنا عن الله بنسبة مئة بالمئة الدنيا مظاهر الدنيا لذلك القرآن ماذا قال عن الدنيا على الرغم من أن الله لم يحرم علينا أن نستمتع لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم كلوا من طيبات ما رزقناكم أحل لنا أن نستمتع بخيرات الأرض ولكن ماذا قال أيها الأحبة فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الدنيا تعلمون كم مرة ذكرت في القرآن ذكرت 115 مرة والآخرة كلمة الآخرة ذكرت 115 مرة تماما نفس العدد أيها الأحبة ماذا يريد القرآن أن يقول لك يقول لك أحدث توازنا بين الدنيا والآخرة لا تجعل الدنيا تطغى على الآخرة كل الآيات التي ذكرت فيها الدنيا لابد أن تجد تحذيرا من غرور الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى كل الآيات التي فيها آخرة فيها مدح للآخرة كل الآيات التي فيها كلمة الدنيا تجد تحذير إن الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون آيات كثيرة تحذرنا من الدنيا لذلك الدنيا هي الحاجب أو الحاجز الذي يمنعك من رؤية الحقائق يمنعك من السعادة يمنعك من التقرب إلى الله فإذن أنا يمكن أن أقترح تقنية بسيطة فقط تستطيع أن تستمتع بالدنيا وتمارس كل شيء لا تغير أي شيء فقط تغير نظرتك للدنيا فقط اعمل وادرس واستمتع بما أحل الله طبعا ومارس كل شيء ولكن مع إجراء بسيط أن تجعل نظرتك باتجاه الآخرة وليس باتجاه الدنيا يعني أنا الآن أجلس هنا أنا طموحي وأحلامي أن ألقى الله عز وجل عندما أقوم بعمل أقوم به على أمل أن يجزين الله خيرا يوم القيامة عندما أصبر على شيء معين على أذى معين في رأسي أن هذا الصبر قد ينفعني أثناء النزول إلى القبر أو أثناء لقاء الله أو بعد الموت أو أثناء العرض أمام الله سبحانه وتعالى فقط غير نظرتك بدلا من أن تكون نظرة باتجاه الدنيا وتعمل للدنيا لا اعمل من أجل الآخرة والله سوف تكسب الدنيا والآخرة وأنا أقول لكم هذا الكلام عن تجربة وأنا أعيش هذا الكلام إذا أردت الدنيا والآخرة معا اجعل نظرتك تتجه وأهدافك وطموحاتك وأحلامك كلها بعد الموت ستجد أن هذه الدنيا أصبحت بين يديك أصبح لا قيمة لها نحن ما الذي يتعبنا أيها الأحبة الذي يتعبنا في هذه الدنيا أننا نلهث وراء شيء ثاني بينما إذا كان سعيك باتجاه الآخرة من كان يريده العاجلة هي الدنيا سميت العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ولكن ما هي النتيجة ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مضحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا الله يمد الملحدين الآن ويمد الكافرين ويمد كل الناس وبنفس الوقت يمد من يريد الآخرة فكن أنت من القلة القليلة التي ستفوز بلقاء الله وتفوز بنعيم الله يوم القيامة وتفوز بالنظر إلى الله عز وجل وكما قلت لك ملخص هذه الحلقة الدنيا هي التي تحجبك عن الله بمظاهرها بالعمل فيها بالجري وراء المال وراء الشهوات وراء النساء وراء كذا وراء كذا كل هذا أيها الأحبة عبارة عن له وعبث ومتاع قليل وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع متاع قليل جدا لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم يوم لقائه نلقاه وهو رضي عننا جميعا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتو